ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى ترأس الاجتماع الأول للجنة المنظمة العليا لبطولة غرب آسيا للشباب والشبات الأولى للميدان والمضمار التي ستحتضن منافساتها مملكة البحرين بمجلس سمو وهب الرفاع بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر وستنتضق البطولة خلال الفترة من الرابع عشر لغاية السادس عشر من الشهر الجاري على ميدان ومضمار مدينة خليفة الرياضية بتنظيم من الاتحاد البحريني لألعاب القوى وتحت إشراف اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى الذي يتخذ من المملكة مقرا له وحتسموه جميع اللجان العامل على العمل بكل جد واشتهاد من أجل إنجاح البطولة وإخراجها بالصورة التي تليق بسمعة مملكة البحرين في احتضان مختلف الأحداث الرياضية على كافة الأصعدة بجدارة واقتدار ولتشريف مملكة البحرين سواء على المستوى التنظيمي أو مستوى المنافسات كون البطولة تعتبر الأولى من نوعها للشباب في دول غرب آسيا وأكد سموه على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات ومتطلبات الاستضافة لاستقبال الوفود الشقيقة من دول غرب آسيا والعمل على تهيئة كافة الظروف المثالية لإظهار الحدث بصورة متميزة تعكس ما تتمتع به المملكة من كوادر شبابية على أعلى المستويات وربا سموه عن ثقته الكاملة في جميع الكفاءات الوطنية بعد النجاح الباهر الذي حققه الاتحاد البحريني لألعاب القوى في استضافة البطولة العربية للرجال والسيدات العام الماضي والبطولة الآسيوية لاختراق الضاحية خلال شهر فبراير الماضي وهو ما يفرض على الجميع مواصلة العمل بروح الأسرة الواحدة لتنظيم البطولة بالشكل اللائق والمميز وعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه الكبير باستضافة بطولة غرب آسيا الأولى للشباب والشابات على أرض مملكة البحرين التي تحتضن اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى الأمر الذي يعكس مساعيها الجادة في تفعيل نشاط الاتحاد بما يسهم في تطوير رياضة أم الألعاب في المنطقة متمنيا سموه لجميع الدول المشاركة التوفيق والنجاح هناك توجيه كان دقيق من سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس الأجم المنظمة رئيس التحار غرب آسيا بأن يتم إقامة هذه البطولة بشكل يعكس تطور رياضة أم الألعاب القوى في مملكة البحرين وأيضا تطور التنظيمي الماشاء الله تميز في البحرين وأيضا تم استعراض عدد اللاعبين هناك عدد كبير 220 لاعب ولاعبين راح يشاركون وهذه بطولة شباب تقام لأول مرة على مستوى غرب آسيا تم طلاع سموه على جميع الترتيبات راح تكون لهذه البطولة من ترتيبات خاصة بالسكن وخاصة بالترتيبات المطار ترتيبات الملاعب تجهيزات آخر الاستعدادات اللجان العامل في هذه البطولة والحمد لله كان ضمنها طبعا لجنة الأمنية وإحنا إن شاء الله بدنا الله في لجنة الأمنية راح نكون إن شاء الله على الاستعداد تام لهذه البطولة بتوجيهات سموه تم الاستعداد مبكرا لإستضافة البطولة فتم استكمال جميع التجهيزات اللازمة من ناحية الفرنية حسب الاستراطات الدولية محرين كان لها خبرة سابقة في تنظيم مثل هذه البطولات في الاستعدادات كانت بنفس المستوى وأستاذ خليفة طبعا هو اللي راح يحتضن جميع المشاركات